السلام عليكم و مرحبا بكم نورتني نورت قناتكم قصة سنينة نقول لكم اليوم الجزء الثاني و ثلاثون من قصة ريجا و داود ان شاء الله يربي تتبعوا القصة من الاول الاخر ولبنت الميزة لما شرفوش في الاجزاء الاخرى نقول لكم الاجزاء كامل راههم في قائمة تشغل من الاول الى الاخر يعني لسهولة المشاهدة تقول لي ريجا بعدما طلعت الفوق جبت الماعين وحطيتهم في الكوزينة رح نصلهم لقيتها ثمة وينها اللفعة تعرفوها قلت لي كوغلتي لنعطيكم دراهم صداقة كي قلت لي هكذا طلعني النمال في راسي و انا كل شو واحد يهدر على دارنا و يعايرني بفقري رميت الكوز اللي في يدي و انطير عندها حكمتها مشعرها وهبطتها و عندي و نجبد فيها مشعر سحبت بها الدنيا مالقري طويلة عليها و اسمينا بالصح والله ما قدرت لي السقت فيها و هي تعيت و انا نجبد من شعرها قاع مرمي في الارض جيت مريم و العجوز يجبدو فيها و خرجتني مريم قلت لي يا بنت الشارع يا الكلبة يلي ما كش متربيه متربيه في الشارع و التي تخبش كل كل كلاب الملغوثة طبعت مريم و رحت نجري لها قلت لها اروح نوري لك بنت الشارع و شدير و نطلح لها نخبش و نعض خبشت لها كامل وجهة قربت لها خريطة و لا ما ينشافش و هي خبشتني من رقبتي ما يجو يفكونا ما يجو يفكونا غيب السف و لت انا نعاير فيها يا عرة النساء يا السحارة يا الغيارة يا العجوز بلت قلبي فيها هي تعاير و انا نعاير قتلها قتلنا العجوز و لا ما تسكتوش غيضوكو نعايتلو و فضحتونا قدام الجيلة انا خلاص و صيرتنا في كل لسان هي رحت اتعاير و انا طلعت نعاير بالصح اه طلعت قاع نرجف عيتني تكالماء بالصح والو الناس شعلي في قلبي وش يطفيها بقيت نروح و نجي و من فوق ما زال هكذا يتحلف و ما زال هو يزال يتحلف فيها بالصح اه والله غيليوم برد قلبي فيهم جيت عجوز سيقتلي كيف تتقابض معها و انتي بالكرش لو كانت مصالك و ماذا تداري شعلت فيها قلت لها انت يا لا جيت عندي لها ما روحتش عندها لها دائما تدريني انا الغالطة جيت عندي و تحاسبيني انا و ادخلها هي ولا هي كعت لكم و انا برانية جيت حاسبيني قلت لي وش لهذا هذرا هذي قلت لها اسمعي نهضر معاك انا مليت مني فاقكم هذا معايا ما تقولي ليش نخاف عليك قولي نخاف على ولاد وليدي قلت لي الله يهديك و اهداني اوكي نتمنى ربي تعرفوا غير لها اوكي نتمنى هذه اللعبة سبت ادي و تناولت و من تنزلها سبعت ي consciIVيني طيوم نكون 30 some منcourse بعدých دائم لاخري أحيط وصلوا للخبر و tutte والسخون قال لي لها ضربتها قلت له وما زال نزيد نضربها قال لي ريجا احتر ما يروحك قلت له كيف يحتر مرواحهم نحتر ما روحينا ماشي هما ياخذه فيها وانا نسكت بلع فمي شفتها هي تشوف معي قلت لها واش تشوفي معي مش بعتيش ضربه لا كبيرة وجايحة قال لي ريجا بلع فمك وينوض عندي يحكمني من ذراعي وكركرني مع هالفوق ودخلني الصالون وطبعني وغلق الباب قال لي وش بيت ذوقها قلت له وانت ثاني وانت تالية خفت منها وجبت عندي انا قال لي واش تحوسي من جدية طيري وانت طيري وحدك غير الخير قلت له انتو ملياركم الطيرو ماشي انا واش تحسبوا في رواحكم يا كما كمش حاكمين سماولرد علينا قال لي نقصي صوتك ووهدري واش بيك وطلوش بيه كلش من تحت راسك انتو اللي طلعتهم علي انتو نهار كامل وانتو سكتي بلعي ما تهدريش ما تقوليش حتى طلعتهم علي وصلت بيهم يضربوني ويحاوزوني في نصص ليالي كلش من تحت راسك عادوا يعيروني وانتو اللي وصلتهم لهذه المرحلة وانتو اللي كل ما نهضر معك تبقى تهدد فيها بدراهمك ومعال فقط ما عرفش حسب روحك كامل قال لي يحشمي على روحك واش كون اللي راه يعير فيك واحد ما راه يعير فيك انتو اللي شريتها لي وخلاص قلت له كامل انت من جهة وهو ما من جهة انت غير اقول لي كلمة تقول لي ما تنسيش انت يا منين واش كون انت يا منين جبتك وما كيش قدي ونلعب فيكم كيما نحب وندير فيكم ونوسي فيكم وهذك تقليه واش تحس بي في روحك الحمدي ربي يا اللي راكي يا نحنينك من هذك الميزيرية ومهذاك الفقر وهذك يقولوني رماوك علينا واش تحوس انتو ما واش حاس بي نرواحكم ونقولك حاجة صح ما نيش بنت عز وجاه صح بنت فاميليا وبنت أصل وبنت حلال ما نيش بنت حرام دارنا ما همش مرفهين كيفكم بالصح دار حلال ودار تعرف ربي وتخاف ربي ما همش دار سحارين وحاسودين ومناثقين وغيارين وطمعين كيما نتوما قال لي واش تحوسي قتلوا من الاخر مانيش قد المقام مانيش قد المستوىك طلقوني ديجا نهار اللول واش جيبكم عندي كيشفتوني مانيش قد مقامكم قال لي ريجا واش تحوسي عندي في هذه الليلة الكلبة قتلوا انا اللي كرحت منكم ومليت منكم من مشايت لكم وغيرتكم ونفاقكم عليا قال لي ريجا واش تحوسي عندي جدي من الاخر قتلوا من الاخر انا ما يشرفنيش نبقى مع راجل ما يخرجنيش ما يحبنيش ما يحبش النس تشوفني على خاطر حشمان بيا بيس كمانيش بنت فاميليا واخت فلان وفلان قال لي ريجا ركي هبلتي جدي قولي لي برك حرشوك عليا ولا كيفش قتلوا منهبلك ما تهبني من الاخر اذا فيكم ذلة كرامة طلقوني فكوني منكم وبعثوني ورقة اطلاقي انا منشرفكم شو انتم ما تشرفوني قال لي صار هكذا قتلوا ايه هكذا او نص قال لي هيا مالا لما يقشكون اديك الدار بابا قتلوا ايه لما مالا ماذا ندل اخرجتنا اخرجتنا المنافقين سحرين جخبت علي الباب قال لي والله هم تبلعيش في مغين بيتك اليوم في السبيطار قلت له ورواح قال لي على بالي ركي محرشة ولو ولفتي الطرق وحب الحلية ديجارك هي هدرتي هالي قلت له اذا حب حب ملخر انا ما نيش حباتك وما نيش حب معيشتك وما عجبتني قلت لي خبط الباب واخرج جبتاني الفانيزة ديت قشيت دارهم حتى ذهبي ديتو والله ما خليت له حاجة جبت ساكيتي يوفون وهبط تلقيت ويستنى فيها تحت شافني العجوز قتلية وان رايحة يا بنتي اقتلها راجع الدار بابا وخليتلكم انتم اصحاب العز والجاه مع بعض قتلية العني الشيطان يا بنتي وش بي قالها خليها عادت ما تعجبهاش معيشتي وما تشرفهاش قلت له وش بيك تعاند فيها راهي تتوحن برك قلت لها مكلة وحملة والو وعلى وجهها ربي بعثوا لي ورقة تلاقي وما تنسيش تجيبي لوليدك بنت الجاه بها نشوفه وش تدير له قالها شفتي موليتش تعجبها معيشتي قال لي ذو كان ديك الباباك عندك لا تكرهي برك خرجت حطيت فاليستي ملور وركبت في نص الطريق قال لي وش دارت لك سليمة قلت له ما عنده مدخلك وش دارت لي سليمة وانا جبت حقي واحدة بيدي وكان تبعتك انتو كل يوم رهم يديروا فيي ويديروا قلت له بالكلمشين أو بالتطيع ضربه الفو لا شعره وتقلبنا قرر طومي بي طومي ويلتاعه وضربني الفمي حطيت انا يدي على فمي شوفت الدم بدأ يسايع قال لي زيدي عاوديها ونشوف كترة فاشية كلبة يا بنت شلع الطيحة قدامي انتو واشو تشوف فيها قدامك انتو سكتلك بزيب بزيب وتفنع انتو بزيب كي شافني نمسح في دمي رمالي لانجيت هاك يمسحي ما يقولي والله ما تستاهل يا كلبة يا رخيصة عدت طيحة قدامي بالكلام الشين اللي ما يتقلش الرجال ما يقولوش قال لي هاي ازيري قالوا في فمك وكفري قدامي خير شعلت طومي بلي دمارة طريق كومبلي هو يعيط ويسبي الكلبة يا رخيصة يا الساقطة ماهيش حسبتني راجل ماهيش دينتلي قيمة أخوتي رجال وكبار وجامي وجامي طيحة قدامي وهي الطيحة قدامي وتخسر في الهدرة وثاني باب الكلام هذا تعال الرخص قال لي ثاني في وجهي ونورمال هكذا ما علي ما عليها أنا دايلك خاطرك علي هارك يدرتي لي هكذا سكتلك هنا يطلعتك فوق راسي تفرعنتي يطرتي ويضرب في الفولو ويخبط ماجينة نوصله شعره وتقلبناه في الطريق وصلنا إلى الباب نقص ودارنا قال لي هاي هاي دار بابك ورقة تتلاقك ذوكا توصلك هذا ما كان ماهدرت الشهبطانة ضربت الباب فتحت الباب بالملون أجبت الفاليزة ونذهب في الباب قال لي اقسم بالله ونأتي لي ندرك في الباراشوك ونقرك ونقرك بك الدنيا كامل هذيتنا الفاليزة وطبط الباب لقيته يستنى قتله وروح مننا واذا تستنى تخنزر فيها يشعل الطموبيل ومشا رأيت ضواء وطاثين في دارنا والباب متحل خرج جارنا قال لي بنتي داركم مكان شهناية راحوا عيامات في الشلطانة ونقرك ذوكا حتى عمامي ابعاد شوية على دارنا هذيت الماما قتلية رانى عند خالقها رانى تولي الباب قتلية عيد المرتخوك تبعثك المفتاح حتى نجيو ان شاء الله كوبية تلقيت وعودة جاهبت عندي قلية وراهم داركم بقيت ساكتة ونحوز على النيميرو مرتخوية قلية هذري داركم وراهم قلت له وش دخلك عيط علي ريجا هذري قتله وعند خوالي قال لي كل ما بقيتش نستنى وروحت خليتك ماشي بره قتله ونبعد رانى في حومتي قال لي اقسم بالله غير نضربك نقسم لك راسك على زوج خليته هو يكل في بعضه وعيط المرتخوية قتلها رانى تولي الباب نبعثي المفتاح قتلي خلاص لك نقل بابه ويوصل قتلها اوكي قال لي وش قتله قتله راهي جاية قال لي اروحي اقعدي في الطموبيل حتى يجو قتله راح نقعد هنا تولي الباب وقعدت هنا على العتبة ما كان حتى وحد الحالة فارغة انا قاعدة هو واقفت والرجلية طلعت طلعت راسي القيت وشوف معي قتله وشنو قال لي نبعث لك صاحب القيت لا قل قتله وراني نقول لك اذا عندكم ذرة كارا ما طلقوني قال لي كي ما تحبي عندك تندمي قتله بعيد الشر نندم عليك كون جاعيني فيك ونندم عليك ما نقول لك اش طلقني المهم احنا هكذا هي جت مرتخوية وبابها في الطموبيل هبطوا لحوا السلام مرتخوية دخلت وبابها وبابها سلم علي سلم علي داود وانا ثاني سلمت عليهم ما لنسلم عليك كنت خلزر فيها شعرني سقسينا وشراكم وراحك ذاكي لحتي يدين هز الفاليزة ويضربني على صباعي بالمفتاح كسر لي صباعي حتى بكيت قلي زيدي عاوديها وسلم عليك اش واحد حكمتي يدي انا وبقيت نبكي بقيت نشوف معه قليتي عاوديها تموتي وهزلي لفاليزة ودخلها لي حطي عليها دراهم وركب هزيتهم هنا ورميتهم على الكارو ودخلت هنا اخبطت الباب في وجهه جيت سمانة في دارنا وهو ما يعيط وانا ما يعيط بسرح كل نهار تعيط لي عمتي تقول لي يا طفلة وقال لك اش ما تحتاجي والله ركي ساخفة وما عندك شعلا بالي هو اللي يقولها وهكذا قلت لها قولي لوراني لا بسعلي عند بابا الحمد لله ما يخصني والو اللي نطلبها يجيبوها لي يا قتلي يا بنتي بابك ماشي مجبور فيك انتي وحمك راجلك اللي مجبور فيه كي ان الخير وانتي اطلبي منه هو يجيب لك بلمزيته قلت لها ما نحتاجش يوميا هكذا بصحة كنت عارفو كيفاش توحشت وتوحشت وتوحشت ومتصوروش كيفا بالاحراء وحمي جام عليه هو في الليل ونموت عليها الف موطة نتوحش شريحته حتى واللي تخرجت شريحت البارفا ونشرف الشمبرة باش نقدر نرقد ما عرف هذا حب ولا وحم ولا دايما نجي نعيط له هكذا ونباركة ونقل غيرها هذي خلاص ما خلت لي ويلو ما خلت فيها ويلو كعد سليمة ولك الكلبة في الدار على بالي راكية بطل ليل يروح يرقد في الشمبرة عندها خلاص راح نهبل واحد النهار انا راقدة في الدار قلت لكم راقدة عندها ونشوف وهذه التليفون لقد رأيتها ثلاثة صباح قلت خلينا نعيط له بالماسكي منها نسمع صوته ومنها نشوف اسكو راقد ولا راح قاعد قاعدت وطابيت صونا 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 ثلاث خطرات والي واش معناتها هذا راقد ولا ما شافنيش لقيت وعاود لي على بالي عرفني بالي انا ماروبوندي ضعي ميساجر كي دورونجي انا ومادام اه والله افهمت واشي قصده بالصح وكأنه لم نخرجوه ونهبله كي ما اهبلني ملا رحتنا جبت التليفون ماما وجيت افهم لي غلط ما كانش قصدي دورونجي كنت حتى هو يفهمها طايرة وعايت عند ماما بهي نحن 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 عاود بعد قد ما اهبل لقد اهبل ولن يحب لقد اهبل انا ويجب ان اذهب وغطيت رأسي وقلبي كدرت له الصباحة على ثمانية جاءت مارت قتلي احكمي لابنتي عندك ورحت اياما وماما بقيتها غير انا وابنت حتى الولاد يقرأوا كامل غطيت رأسي وكملت القاعدة سمعت الباب ونضت ونضت في الشورت وفتحت حتى لقيته طبعني وغلق الباب قال لي كلبة يرخيصة وتفتحي بالشورت ثاني هذا يدير هنا نسيت حكاية البارح وزاد ما كان حتى واحد قتله لا جيت ما كان حتى واحد في الدار غير انا قال لي مليح طرح احكمني شعري ودخني لشومبرا وغلق الباب قال لي السؤال وجواب البارح معا من كنتي تهضري في الليل اسكتنا قال لي رجاء اقسم بربي العظيم غير اليوم قتله ما كنت نحكي حتى مع واحد قل لي كيف حتى واحد انا لقيتك انا قلت له وعيدت الماما بل قل لي ركدت مسخريبية قلت له ولا غي عيدت ماما من تليفوني لتليفون ماما قال لي هاتي التليفون تشوفي مزيي تليفون ماما هنا جبتهم في زوج شف تليفون وتليفونها ولقى نفس الوقت ترماهم لي بقى يشوفهم معايا قال لي اقسم بالله غير كراهت منك ومن عقليتكم من فعيلك هذو ومليت منك هذه المرة انا اللي ما نش حابك ما يشرفني وتكوني مرتي وياه تدخلي لداري انساها تبقى هنا حتى تزيدي اه نجي ندي ولادي ونروح وانتي تبقى هنا معلقة وواحد ما يدي قتله على بالك لو كان جيت بنت حرام ومن خافش ربي لاني نقدر نلعب بالشرف وانا في رقبتك نورمال يا اما ويطير عندي حكمني من ذراعي دورها على ظهري متناقلي وش انتي طيحي يا شرفي كيف قصدك تخرج مع غيري او كيف قتله بعد عليا وش بك هكذا انا هذا وانا فقط وش هدرت الثاني مرة من فيقش مع روحي وش نهضر جامعين نتعلم بالصح هادرته هو تستفز الواحد وطريقة كلامه الذل يعلمك كما الحيوانات تحسي روحك بلي رايح قرفيك لازم تلقين وحفصة اطبط تكسره بها وانا عليها انها نخرج في الزبل منفمية مرة على مرة ودائمون يحسسني بلي انا حيوانة وبلي هو فور عليا وبلي انا بلا به ما ننسوه حتى قشج بصلة تحسي روحك ذليل لو سورته يهدد ويهدر بثيقة حيث ينطق نورمال نتحدى اي واحدة اي واحدة ولا واحد يبقى في عقله وما يولي الشي يغلي دمه ويبقى جامد من طريقة تاعه وطريقة كلامه والاستفساس طريقة الاستفساس تاعه مستحيل نصف في هذه اللحظة ادري اي حاجة ترجع له نصف الظل اللي راه يذل فيك به هاكم فاهميني اللي ابنت ولا راكم مكروش فاهميني انا راني محقورة معه صح الساني طويل بس صحه بزافي ذل فيه وبزافي ذل فيه وحاس بروح وزعمه الفوق نطلع راسه وانتي شكون وراشد لذراعي وملوه مرايا ويزير فيه خلاص راح ان تكسر خلاص وانتي تنحلل فيه وقلوا واطلقني بر قالوا ريجا اطلبي اسماح على واش قلتلي قلت له انتالي بدي تزاد دور لي يدي وانتي تنطيرنا قل يتطلبي ينزيد وانتي تنعيط قل يبكي ابكي على روحك حتى تطلبي اسماح قلت له اسماح قل يماشي هكذا قل لي اسماح والله ما نزيد نعاود قلت له اسماح والله ما نزيد نعاود اطلقني برك وطبعني من شعري طحتانا قال لي على بالك والله غير عفتك غير من لسانك بالصح ما علي لو كان ما نجيبهاش خير منك ونخليك تموتي ملا مانيش راجل او راح وخرج وحسيت برجلية فشلو طحت ديرك تقعت غير نشوف في روحينا مفهمتش نص ساعة وانا قاعدة سمعت الباب يطبط بمزي خرجني من القوقعة اللي كنت فيها نصت لبست وخرجت لقيته بابا قال لي هذا وين نصت قلت له قال لي له قال لي جانب لي نسيبكم كان هنا قلت له ايه جاء طلع لي يا برك ورح عنده طريق بابا قلت له ماما جاءت تقعد كيعد مريضة برك ما قلت لهوش وش صرا معايا ولا ما قلت لهوش يانية بلي رحا رحا تطلق ولا هكذا حتى مرتخويا مع لبلهاش هي دي جا ماهيش من هذك النوع اللي عمر راسه تقريبا كيما دالل إذا حكيتي الهاوي ما حكيتي لهاش ما تجيش تسقسيك نوط ديرت الغداء أنا والنار شاعل في قلبي